السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة كانت منى ان شاء الله تكونوا صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير ولاعجبكم ما تنسوا الشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس بش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد ليش داد على القناة والاقدام كان قول لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة شكرا على التعليق زوين اللي كتت تحطوا يا بسم الله انا عندي هنا يا ثلاثة الحبات ديول جازار وسمحوا لي على الصوت ديالي يا رادر بنى شوية البرد الله ينشيكم وغادي نقيهم وغادي نحيد لهم هكذا الشوشة ديالهم وغادي نبدو معكم الوصفة صافي بعد ما نقيتهم غادي نقطعهم او كنحكهم لكم الختيات تقدروا تحكوهم وتقدروا تقطعهم هكا رقاق انا قطعتهم رقاق وعودتهم في الغسيل يعني كنغسل نطفهم في اللول كنغسلهم وكننطفهم زيان عدا باش كننقيهم من بعد هنا يا بعد ما كنقطعهم هكا رقاق كنعود نغسلهم صافيو كنقطعهم هكا رقاق مور صوات بحلها كرقاق كنستمر عليهم حالك حتى كنكملهم نقطع معكم الثانية صافيو كنجيب واحد الاناء وكنضيفهم في الاناء وكنضيف عليهم الماء غادي نجيب البرتقال انا عندي هنا يا واحد الكمية دي الكيلو اونس وغادي النقيه اخذينا هاد الليمون كليمانتين بحلكة اللي كتكون فيه الجلدة زوزة ورغم ما على فكرة ما ما فيش العظم كنقلبه بحلكة اللي ما فيش العظم وكندنقي وتنحط حالكة هاد الوصفة كتقام علينا هكا رخيصة حسن ما كنشريه جاهز يعني كنناخده شي حاجة اللي كنديرو افضارنا وكنوجدوها ما فيها لما وضحها فيه الوالو صافي كنحط بحلكة البرتقال دينا كننقيه ونحطو كنحيد منو ديك العلفة الوسطانية ما تيكونش فيه كيف ما قلت لكم العظم إلا كان فيه العظم كتقطعوه من الوسط وتقلبوه كن هاد قلبتو ما فيش العظم صافي كنبدا بحلكة كننفتو وكنحيد هاد الشوائب بحل هكا وهاد الباب اللي كتكون بيضا كنزيد نقسها مزيان انا كنفتو بحلكة وكنحيد لي هاد الشوائب مش فتور هالبرتقال صغير هاد راه صغير ماشي كبير عندي هنا يا كيلو نص اللي نقيت كنستمر على الكمية حتى كنكملها صافي غدي نجيب واحد الكوكوت او طنجرة الضغط او كنجيبوا طنجرة عادية كنضيف عليها خزو الول كنزيد نضيف هاد الليمون او البرتقال وكنضيف عليهم عندي هنا يا كيلونس كنضيف عليهم من سكيلو ديت سكر سانيدا يعني خمسمائة كرام لان البرتقال عندنا حلو ما كنضيفش البرتقال بزاف وكنخليها تباتلي لكاملة ولغد ليه انا هنا يا راتح دفلي الفيديو بعد ما كيولي كل ما انا ما صورتش كتكن صحب راتي وش كنصور صافي كان نديرو كي طيب وكنضير عليه واحد المرسو هكا دي الليمونت الحامض وكنخليه بحلقة كي طيب حتى كيبدأ كي طيب وكنتحين منه هاد الكشكوشة على عافية كتكون متوسطة ما كنغطيش عليه باش مايفردش صافي بعد ما بدك يا طيب غادي ندير هكا في اللول كندير بحلقة لهاشوار وكنطحن كنطحن زيان او كنديرو الماكينة تماطيشة كندوزو في اللول هكا في الماكينة تماطيشة باش كي يتطحن بعد ما كيتطحن كنخليه زيدي طيب حتى ياخد لقيس ديالو ديال طياب كنغطي عليه بحلقة من الجنب ثم شفتو معياره كيدير هاد الكشكوشة بعد ما بدك يا طيب وغادي نبدا نقلب مره مره وكن هكا كننحركوه واحد المعلقة كبيرة غادي نجيب واحد لتبصيل وكنقلب المربة ديالنواش بدا كي طيب والله باقي كنخليوه هكا تي بدي يبرد بحلقة كنقيسو صافيو كندرو صبع ناي لما بقاش تحرك بحل هكا وماداش وبقاش صبع مصور راه طاب راه دوور قياس ديالو باش ما يزيد شي تعلق بزاف صافيوه المربة ديالنو راه طاب غادي نحطوه على الجنب كي يبرد كنجيب هكا يا قريعة معاقمين بعد ما كنغسلهم هكا كنغسلهم بالماطيب وكنعقمهم زيان وكنمسحهم صافيو كنضيفهم هكا المربرة بقي سخون هنا كيلونس ديال يعني كيلونس ديال البرتقال كيعطينا جوج قراعي كنغطيو القرعة وكيزيد يعطينا واحد نصف ديال القرعة اخرى يعني راه كيتقام علينا رخيص علش ما نصيبوه بحل هكا في دارنا شي حاجة اللي كنصيبوه في دارنا بدون مواد حافظة بدون اضافات اللي كيزيدو فيها بحل هكا هذا كيكون صحي وخا كنعطيوه لولادنا ما كنخافوش منو صافيو كنصدهم كنصدهم زيان بحل هكا بعد ما كنصدهم كنقلبهم وكنخليهم حتى كيبردو تماما عد باش كندخلوهم هكا لتلاجة وهنا يا راه اعطينا هاد الكمية انتم ما شفتو معايا اعطينا واحد الكمية ديال كيلونس ديال المربة انا عبرتوه بحل هكا وهكا كنكونو ووجدنا بحل هكا لشي حاجة في دارنا اللي كتكون صحية لولاداتنا كندلوهم بحل هكا في الخبز كندهنو بي الخبز انتم ما شفتو معايا وما تنسوش لعجبكم الفيديو ما تنسوش شاركو في القناة وانتقطعوا الجرس بش دائما ان شاء الله تتوصلوا بجديد اللي اجداد على القناة والاقدام كنقلكم شكرا على الدعم ديالكم وعلى المشاهدة وعلى التعليق الزوين اللي كتحطوا لي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة